تعيين مدة الاستخدام اليومية لحسابك الخاص تيكتوك اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي الى الاسفل نقوم بالضغط على ملف الشخصي في الاسفل بعدها سوف يأخذنا الى نافذة ملفنا الشخصي نأتي الى الاعلى نقوم بالضغط على هذه العلامة في الاعلى ثم بعد ذلك سوف تظهر معنا نافذة على هذا الشكل نأتي الى الاعدادات الخصوصية وبعدها سوف يأخذنا الى نافذة الاعدادات الخصوصية نقوم بالنزل الى الاسفل ثم نأتي الى مدة الاستخدام هنا بعد ذلك سوف يأخذنا مباشرة الى مدة الاستخدام في هذه النافذة نأتي الى مدة الاستخدام اليومية نقوم بالضغط عليها ثم بعد ذلك هنا تقوم بالضغط على الوقت اليومي وهنا تقوم باختيار مدة التعيين الوقت اليومي الخاص بك وبعد ذلك تقوم بتشغيله من خلال التقطع على تشغيل وإدخال رمز المرور الخاص بك لإيقاف تشغيل مدة الاستخدام اليومي في تلك النافذة أتمنى أن تكون قد استفدتم لا تنسوا الشراك وتعطي الاشتراك في الفيديو